السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربيت الحسون الصفحة الرسمية معكم جلال صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر إخواني أخواتي كما رأيتم في الموضوع السابق توصيات من أجل أنت الذي تخرب العش وليس ذكر الحسونة والأنثى كما رأيتم معي فمن كثرة إنزال القفص وأوريكم العش لكي تتعلموا وإرجاع القفص لقد قاموا بتخريب العش والحمد لله لقد قمت باستتراك الموقف في أقرب وقت لمدة نصف يوم أو يوم إن شاء الله راهم بدأوا يعودوا في تركيب القفص من جديد والحمد لله لكي أتفادى هذا إخواني إن شاء الله من أجل إنتاجكم أنتم حتى أنا أريد إن شاء الله الإنتاج لقد استدركت الموقف ومن اليوم فصاعدا لن أري القفص لكي يكتمل بناء العش أرجو المعدرة من إخواني لقد اجتهدت على قدمة أقدر ولكن إخواني هنا لدينا طريقة أخرى مثلا كنت تحب أن تجهز القفص أو تفعل شيء ما تقوم بحجزهم في الجهة الأخرى لكي لا يروا ماذا تفعل تفهمنا يا جماعة؟ اليوم هنا نعطيكم حاجة أخرى واللي هي هذه عشبة أديس حتى هذه مفيدة مفيدة جدا في تسهيل تزاوج الحسون أو الكناري أو طيور الأخرى وما شابه ما الفائدة هذه؟ نحن بالعين نراها فنحتقرها ولا نعطي لها أي اعتبار هذه إخواني أولا طريقة صنعها هي صعبة جدا توجد في الطبيعة تقوم بقطفها وإحذر من أن يجرحها كعشب ديس لأنه حاد قليلا تحضره إلى المنزل بصراحة كنت جيد ما حطيتش الزوجين هنا إخواني راني لقد غزلته أو نسجته بطريقة محترفة كما أريتكم طريقة نسج الأوراق البلاستيكية بطريقة محترفة لكن الآن أضع عصافيري فليس لدي الوقت لكي أنسجه على القفص لمازال ما حطش الزوجين يقدر ينسجه هنا على شكل هكذا وعلى شكل هكذا وعلى شكل هكذا لكي تغلق تماما جهات العشوة يكون عصافيرك في كامل طمأنينة وفائدته أيضا هذا الشيء تقوم بإلساقه بقطعة من الشريط اللاصق هكذا تقوم بتفريشه أولا ثم تقوم بإلساقه بقطعة الشريط اللاصق وتضغط عليه جيدا ليتماسك فيصبح هكذا هذا بروفوزواري يا جماعة مؤقتا يعني خدمناها نحنا مزروبين هكذا بروسكو عندي الأزواجتي شوفوا يا جماعة تقدر تحمله نرمال تضعه نرمال من فوائد عشبة الجيس عندما تضعها فوق قفص الحسون فإنك تهيئ له طمأنينة كبيرة جدا سيحس حسونك بأنه في الغابة وفي طبيعة ويقوم بعملية التزاوج بشكل طبيعي جدا واحترافي وجيد أيضا من فوائد عشبة الجيس عندما تقطفها جديدة ستعطي رائحة رائحة زكية جميلة يحبها العصافير فعند شمها فيتخيلون بأنهم في الطبيعة هذه الفوائد الثنتين والفائدة الثالثة عندما تقوم هكذا بفرشها دقيقة فقط إخواني على القفص فإنك ستقضي على الفراغات يعني كما نقول نحن عندما تريد أن تنظر إلى العش ستراه من ثقوب صغيرة جدا ولا تخلع الأنثى أو الذكر عند تقديم الأكل أو شرب أو ما شابه ولا يتحتم على الذكر أو الأنثى هجر العش أو تخريبات فهمنا يا جماعة ليعرف كيف هيستعملها هذه أنا أعطيتكم مثال فقط كيف تضعها من فوق تستطيع تدويرها من هنا وتدويرها من هنا لتغطي طبعا الشوائب وكما قلنا لبصاج تعابها يشوفكم فاها وتشوفوهم بهما يفشلش لكم عملية الإنتاج هذا هو إخواني الموضوع بكل بساطة وأنا أضع المواضيع في وقتها لكي تستطيع ولا أخلط عليك المواضيع لكي تستطيع تهيئة عملية تزاوج ناجحة إن شاء الله إخواني أخواتي كان معكم جلال أعطيكم دائما طرق احترافية وجميلة ومنذ بدء قناتي لا أحد قام بتعليق وقال لي أشكرك جلال حسسيني أو كناري لقد تطورت منذ أن عرفنا قناتك أو الإنتاج أو أي شيء فكما أنا لا أبخل ولا أحتكر المعلومة فجازيني بالخير إن شاء الله أخي لي طورت عصافير ولا لي صوفيت هوملو ولا لي بدأ يتطور في عملية الإنتاج وأصبح يتقدم أكثر فأكثر فلا عيبة في أن تكترك تعليق شكرا لك أخي منذ أن عرفت قناتك تطورت لأنني عندما أقرأها نفسيتي كما نقول إحنا زيت تتحسن أكثر فأكثر وأصبح أعطيكم دائما الأفضل كان معكم أخوكم جلال سلام